أهلا بحضركم من جديد وآخر أخبار بعثة الأهلي قبل الصفر إلى الجزائر النهاردة بالتأكيد كان فيه مران جماعة للفريق بعد العودة من الراحة السلبية والأجازة والاستعداد للصفر بالتأكيد استعداد لمواجهة القياب أمام وفاق ستيفيوم السبت القادم النهاردة الكابتن محمود الخطيب اجتمع بلاعب الأهلي وقال لهم لم نتأهل بعد والحديث عن ملعب النهائي مرفوض إذن الجزائر الفن واللاعبين خارج المعادلة تماما مركزين في المهمة اللي عندهم في لقاء السبت اللي جاي احنا راحين وكأننا متعدلين في القاهرة 0-0 طيب نهاردة الكابتن الخطيب اتكلم مع اللعيبة وقال لهم أن مباراة وفاق ستيف مباراة مهمة جدا وتحدث الكابتن الخطيب مع اللاعبين بوضوح شديد جدا في حضور سيادة الوزير العمري فاروق نائب رئيس النادي الأهل ورئيس الباسة وقال لهم الأهل لم يتأهل للدور النهائي للبطولة وأن كل ما حدث أن الفريق حقق نتيجة طيبة في مباراة الزهاب بالقاهرة وهي غير كافية لضمان الصعود للنهائي لابد أن يبزل الجميع قصارى جهده في المباراة المقبلة وكرة القدم لا تعترف إلا بالعطاء حتى الدقيقة الأخيرة أشار كمان إلى أنه يصق في كل عناصر الفريق والجهاز الفني وتأديرهم للمسئولية الملقاة على عطقهم تجاه نديهم وجماهرهم وطلب الكابتن الخطيب عدم الالتفات أو الحديث فيما يجري بشأن تحديد ملعب المباراة النهائية ولابد أن يكون التركيز في المباراة المقبلة ليتأهل الأهل رسميا أولا وهذا هو الأهم وأكد على أنه ينتظر منهم الأداء الرجولي والروح العالية واحترام المنافس والظهور بالشكل الذي يليق بالأهل كعادتهم دي كانت جلسة وكلام مهم جدا للكابتن الخطيب قدامكم على الشاشة لقطات حصرية طبعا يعني قبل ساعات قليلة قبل سفر الفريق إلى الجزار قدامنا طبعا بيتسو مسماني كابتن سيد عبدالحفيز كل أعضاء الجهاز الفني وأنا أصغ تمام الثقة أن الرسالة هتكون وصلت لكل اللاعبين رامي ربيع هو الحمد لله عاد وموجود مع الفريق في المباراة عموما بيتسو مسماني النهاردة أعلن قيمة الفريق المسافرة للجزار والقيمة بتضم محمد الشنوي علي لطفي مصطفى شبير في حراست المرمى محمد هاني كريم فؤاد علي معلول أيمن أشرف ياسر إبراهيم محمد عبد المنم العائد الحمد لله رامي ربيع أيضا ومحمود وحيد وآليو ديانج حمد فتحي محمد مجد أفشا حسين الشحات طاهر محمد طاهر لويس ميك السوني وكمان وليد سليمان محمد محمود محمود متولي محمد شريف أحمد نبيل كوكا بيرسي تاو أحمد عبدالقادر وعمر السليل النهاردة زي ما قلت لكم حضراتكم كان فيه تدريب صباحي في ملعب التتش عقب العودة من الراحة السلبية وإن شاء الله الفريق هيكون جاهز لأزيل مباراة بشكل قوي جدا كابتن سار عبد الحفيز نهاردة أقضمكم على الشاشة ده الجزء من تدريب الأهل على ملعب التتش في الجزيرة كابتن ساري اجتمع النهاردة بالجهاز الفني على هامش مران الفريق صباحي اليوم واتكلم وناقش معهم بعض الأمور الإدارية والتنظيمية الخاصة برحلة الجزائر الأمور اللجستية المتعلقة بقى بالطيران والسفر وحجز فندو الإقامة وملاعب التدريب وآخر الترتيبات مع الجانب الجزائري الأشقاء في الجزائر اللي بالتأكيد بشكرهم هنا من خلال شاشة قناة الأهلي على التصريحات الرائعة والموقف الجميل الإيجابي من رئيس النادي عبد الحكيم سرار ومن كل أعضاء بعثة وفاق ستيف وحادثهم عن الأهلي بتخدير كبير جدا لأن الجميع يعلم مدى قيمة ومكانة الأهلي في القرى الإفريقية نادي يشرف القرى الإفريقية ويشرف القرى العربية ومن لا يعلم ذلك هو شخص جاحد لا يعلم مدى قيمة وأهمية نادي عربي يمثل إفريقيا في المحافل الدولية ويرفع من قيمة القرى الإفريقية خاصة في منطقة الشمال فريع عنده عشر ألقاب إفريقية بالتأكيد تاريخ كبير اجتهاد ناس بتشتغل ناس عايزة تنجح أي حد عايز ينجح لازم يشوف المنظومة دي شغالة زيها عشان ينجح زيها ويركز ويشتغل ما يحبش يقول أصلي فيه فشل عشان يبقى فاشل زيه لا الأهل منظومة مختلفة تماما وإن شاء الله هيكون فيه استعداد بشكل جيد لمباراة وفاق السيف عبد المنعم النهاردة رجع ليه المران والحمد لله تمؤنين عليه وإن شاء الله هيكون موجود فيه مباراة السبت اللي جاي بعد ما غاب المباراة الأخيرة بسبب الإصابة كمان الشيء الإيجابي موقف السلية موقف السلية النهاردة كمان طمنا أن فيه ممكن تكون فيه أمور إيجابية النهاردة أدى مران منفرد فيه صالة الجيمة ضمن البرنامج التأهيلي والدكتور أحمد أبو عبل طبيب الفريق قال أن السلية بيواصل تدريباته التأهيلية للتخلص من ألام العضلة الخلفية والسلية سيرافق بعثة أهل إلى الجزائر زي ما قلت لكم من شوية قايمة الفريق موجود فيها عمر السلية عشان يستكمل برنامجه التأهيلي نظرا لوجود فرصة كبيرة للحاق بمباراة العودة أمام السيف ترجمة نانسي قنقر